ليست الحرب وحدها من تفتك بالمواطنين هنا أرواح أخرى كثيرة خطفها وباء الكوليرا الوباء القاتل الذي بدأت موجته الثانية في السابع والعشرين من إبريل الماضي لا يزال يفتك بحياة العديد من المواطنين يوميا ففي تقرير جديد أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى ألف وتسعمائة واثنتين وتسعين حالة في وقت وصلت حالات الاشتباه إلى أكثر من أربعمائة وتسعة عشر ألف حالة وعلى الرغم من ازدياد حالات الاشتباه في العديد من المحافظات إلا أن حالات الوفاة سجلت معدلا مخفضا خلال الأيام الماضية بمعدل ثلاث حالات فقط في وقت بلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء أكثر من أربعمائة وخمسة آلاف حالة بزيادة قدرها أربعة آلاف عن المعدل السابق الذي أصدرته المنظمة وتشكل محافظات حجة والحديدة وتعزوئب معدلات مرتفعة في حالات الوفاة مقارنة ببقية المحافظات وهو الأمر الذي استدعى دعوة العديد من المنظمات الدولية لمواجهة الوباء الذي يعد الأسوأ في العالم